صباح خير يا كريم، صباح خير نهوان، صباح خير جميل نادي الأهل العظام صباح خير لجميع عضاء نادي الأهل بكل فرورة يا رب ربنا أحفظكم بكل صحة والسلامة يا رب طبعاً نهارده رحبين نباك لنادي الأهل فرقة نادي الأهل طبعاً يا جماعة كورز القدم بفرزها رقم 43 بمساعدة دور العام ومتاز ودائماً كده متفوقين وربنا زدنا بطوات كمان وكمان يا رب المناسبة يا جماعة هنكمل بس إحنا تمرين الحلقة اللي فاتت منطقة الكور ليه أنا بتصبط على المنطقة دي؟ لأن المنطقة دي أصلاً ما كثقل الجسم كل ما بتعمل سبورت العضلات اللي موجودة في المنطقة دي كل ما انت يكون وقفتك كويسة، مشيتك صح، واقف وصك من نفسك أي تمرين هتعمله وانت واقف هتعمله صح التلات ممارزات دول انت أصلاً أورجدي مش عايز حاجة أهم منهم تبقى وقف صح، تمشي صح، أي تمرين وانت بتعمله في الجيم أو أياً كان في البيت وانت واقف بتعمله صح لأن انت عم قديت سقل لما يمكن السقل الجسم بتاعتك اللي هي عضلات البط، عضلات الكطانية ومنطقة الأرداف التلات حاجات دول لو انت سبورت عليهم أو سبورت عليهم تمارين صح يبقى انت كده ماشي تمام في كل التمرين اللي جاي بعدك لأن كده النهاردة هكامل بقي التمرين تالحق اللي فاتت هنعمل تمارين لعضلات البط واللورباك اللي القطانية تعاني ابدأ أول تمارين طبعاً تمارين شهير جداً دوه تمارين البط بحط طبعاً زي ما اتنا متفقين ايدي عند ودني كده بطلع بطلع النفس وانا طالع هنعمل التمرين ده تلات مجموعات في خمستاشر تكرار سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر اكبعتاشر خمستاشر هنعمل اربع مجموعات طيب خلصة التمرين ده ايه هو التمرين اللي بعده حط يدي كده منطقة الضهري من تحت وعندي لو انا لسه بجنر اعمل التمرين ده ده بشغالي منطقة السفلية للبط لو انا لسه بجنر طيب انا ادفانس او واحد لعب وعندي الامكانية اللي انا اشتغل التمرين الأصعب من ده هعمل التمرين دوت واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة وكمل بيت الخمشة بطوعي طيب حاجة اصعب واصعب بعمل جومب واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة طبعا لاخر الخمشة عدة بتوعي برضو اتفاقنا ان التمرين دي هنعملوا اربع مجموعات طيب التمرين التاني او التالت والمهم جدا 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 واهمية التمرين ده يا جماعة ان برا في الفكر المتقدم في الرياضة ان هما بعينوه التمرين ده ومعموش اي تمرين تاني في حياتهم التمرين البلانك لان هو ده بيشتغل من اول عضلات الارم لحد عضلات القلب اللي هي السمانة جسمه كله مشدود في حالة التنشن وده اللي انا عايزه اسفل من اي تمرين فطبعا ده هنستخدمه على منطورة الكور اللي هي منطورة البطن ومنطورة اللوربا اهمها الجامعة في التامين ده شنعمله صح نبدأ كده بالرجلين يبقى فتحة الرجلين بمستوى كده محدش يقفل لجليه كده غلط قفتح يجلي بمستوى كده فيه جسم كله مشدود وفي حالة توازي مع الارض يعني محدش يعمل لي دي غلط محدش يعمل لي كده غلط لازم قفل حالة توازي مع الارض طيب تالت حاجة كوعي زي ما احنا شايفين في الكاميرا كوعي تحت كتف في ناس كتير بتعمل بلان كده غلط يا جماعة وفي ناس كتير بتعمل بلان كده غلط لازم كوعي يبقى تحت كتف عشان ما يقصرش على ما افصل الكتف بطلع وشي قدام واتنفس واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة طيب التمرين الرابع واللي بياخد بقى منطقة القطانية وده اخر التمرين هنعمله مع بعض النهاردة بطلع ايدي اليمين ويدي الشمال قدام وبطلع ايدي اليمين مع عاجل الشمال واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة دول كانوا اهم اربع تمارين او خمس تمارين مهمة جدا لمنطقة الكور اللي هي منطقة البط منطقة القطانية ومنطقة الارداف شغالة معانا جواب الكنو استمتعتوا بالنهاردة واستفدتوا بالتمرينات مع بعض ويكونوا استفدتوا النهاردة واتبسطتوا معانا مع الكاتل نحو فوكس وينادي الاهلي معالف السلام في حلقات جديدة ان شاء الله معالف السلام